أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 38,983 شهيداً بالإضافة إلى 89,727 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي وفي بيانها اليومية أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة مجازر حق المدنيين في القطاع أسفرات عن أصول 64 شهيداً ومئة وخمسة مصابين للمستشفيات خلال أسعاد الأربعة والعشرين الأخيرة لليوم التاسع والثمانين بعد المائتين ما يزال العدوان الإسرائيلي على غزة متواصلاً حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريغ وسط قطع غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال عشرات الشهداء والمصابين سقطوا إثرى أربع مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة فقد استهدفت قوات الاحتلال منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطع كما استهدف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ ردوان شمالي مدينة غزة وتسبب القصف في دمار واسع في المكان ونقل المصابون إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وفي شرق خان يونس استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال منشأة تجارية تأوي نزحين في بلدة عبسان وأفادت مصادر طبية بإصابة العشرات بجروح إثر قصف الاحتلال للمنشأة الواقعة شرق خان يونس جنوب قطع غزة كما شن طيران الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع وتواصل إسرائيل عدوانها على قطع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم منذ بدء قوات الاحتلال عدوانها على قطع غزة في السابع من أكتوبر الماضي